دفعة جديدة من الخرجين والخرجات يتأهلون إلى سوق العمل بفرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء في تخصصات الاقتصاد وريادة الأعمال والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الحاسوب والمعلومات نهيت مشواري الدراسي بدرجة الدبلوم المتقدم والحين شعوري كشعور أي طالب متخرج على مقاعد الدراسة أو أنه يتخرج في المستقبل شعوره بالفرح مشاعر التخرج مشاعر لا تنوصف شعور لا يضاهيه أي شعور آخر شعور مختلط بين فرحة النجاح فرحة الإنجاز وفرحة التخرج وبين الحزن لانتهاء مسيرة الدراسية ومغادرة هذا الصرح الشام أهدافنا وسعت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية لتوفير برامج أكاديمية تعزز التعلم التجريبي القائم على النقد والتحليل والإبداع لاستثمار قدرات الطلاب وتفعيل أفكارهم الريادية في هذا اليوم نحن سعداء جدا بتسليم الشهادات يعني بعد جد واكتهاد وعناء طويل وشهادتي التي حصلت عليها في هذا الصرح العظيم ساعدتني كثيرا في مسيرتي شعور لدى الإنجاز والتفوق في هذا الصرح العلمي العظيم لنبني العمان مستقبلا واعد ومنجز لجعل العمان في مصاف الدول المتقدمة نحصد ثمار العلم الذي بدلناه في هذه الجامعة العريقة لكي نطبق ما تعلمناه في الحياة الواقعية لبناء رفعة هذا الوطن البناء وترتكز جامعة التقنية والعلوم التطبيقية على خطة استراتيجية متكاملة تهدف لبناء شراكات مستدامة مما يحقق التميز العلمي والمؤسسي والذي ينسجم مع الرؤية الوطنية من خلال رفض الاقتصاد المعرفي بمخرجات قادرة على إحداث الفارق معتمدة على مهارات علمية وعملية إضافة إلى تخريج طلبة وطالبات فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء فقد حصل العديد منهم على مراكز متقدمة في مجال الروبوت والهيدروجين الأخضر ومجالات رياضية وثقافية صالح بن حمل الحبسي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء محافظة شمال الشرقية محافظة شمال الشرقية